هل شعرت الآن أن الحكومة دلوقتي كما أعلنت أنها مستعدة للتراجع عن بعض أدوارها وأنها تفتح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر ده والتزمت كمين يا فندم والتزمت 65% للقطاع الخاص خلال السنوات التالية طبعا يا فندم لأنه الموضوع عصو مش كلامه بس ده مستندات ووثيقة تم إصدارها هذه الوثيقة اللي هي وثيقة سياس ملكية الدولة تم توقعها من قبل السيد رئيس الجمهورية فده مش معناها أن احنا بنطلع مستند وخلاص وبيتم كل السياسات اللي بتتم النهاردة بتتم بناء على الحكتين رؤية مصر 2030 وسياسة ملكية الدولة فبتقولي أنك استشعرت أن الدولة جاد فعلا في تنفيذ هذه الوثيقة وفي التخارج من بعض القطاعات والتراجع وفتح المجال أكبر لقطاع الخاص دحية يا فندم لأنه موجود قردي على الطاولة في لجنة الطرحات أن احنا بيتم دلوقتي دراسات لشركات كتيرة جدا مملوكة لأجهزة مختلفة وأجهات مختلفة فده موجود قردي وفي نفس الوقت دورنا كهيئة الاستثمار أن احنا نشجع دخول ومشاركة القطاع الخاص وأنا عايز الناس تركز في دي ما تركز في الحتة التانية ركز في أن أنت إزاي تخش وتاخد دورك في المشاركة في التنمية المستقبلية هو ده المهم